الزكاة مع أنه ليس لذلك عين ولا أثر في الأحاديث والتاريخ يقول وهذه الدعوة مدفوعة بأن ذلك لا يكفي في رد هذه الأحاديث والنصوص التاريخية الكثيرة وتكذيبها ولا سيما أن صدر الإسلام كانوا بناؤهم على تحريف ماذا؟ ما صدر من النبي نعم أولئك كان بناؤهم على تحريف ما صدر من النبي إذا لم يكن ماذا؟ في مصلحتهم أما إذا كان في مصلحتهم وتقوية لهم قل لماذا لا يأخذونه؟ وأنتم بعد ذلك ستقولون طبعا لا يقول لي قائل بأنه لا باعتبار أنه موجود ذي القربة هما رسول الله مولانا أهل البيت جعلهم تحت كساء ووسعوا دائرته فما بالوك ماذا؟ بعنوان القربة شنو المحذور؟ هي فدك رسما أعطيت للزهراء ومع ذلك ماذا؟ بعنوان الولاية العامة والإمامة والغلافة ومصالح المسلمين صادروها ماذا؟ وهذا النيم كان يفعلون فيها ما يفعل لا يوجد فيها محذور أنه باعتبار أنه هذه مرتبطة بأهل البيت فخافوا إذا قالوا بوجه عجيب واقعا هذا المنطق أنا أستغرب بعض الأحيان يا إخوان الخلافة كانت بشكل صريح موجودة لمن؟ لعلي واستطاعوا ماذا؟ مو أن يحرفوها بل أصلا استطاعوا أن يوهموا الأمة صال 1400 سنة وهذه موحمة دمت الكلمة شنو المحذور مولان يأخذون الغمس بعنوانه أنه ماذا؟ بيتمان المسلم ألم يفعلوا ذلك؟ وإذا تذكرون في أبحاث سابقة قلنا بأن مسألة الإمامة في صدر الإسلام كانت ضرورية ولكن بعد مدة قصيرة جدا صارت ماذا؟ صارت نظرين لماذا؟ من فعل ذلك؟ فعله الإعلام الإعلام إعلام السلطة هذا الإعلام اللي الآن أنتم تجدوه في الفضائيات طبعا ذاك الزمان كان في دائرة محدودة الآن في دائرة ماذا؟ واقعا الآن الإعلام يستطيع أن يوجد ثورة في منطقة ويمكن أن تموت تلك الثورة لأنهم لا يعلمون اللي يعايش في فلان منطقة في فلان منطقة لا يعلم ماذا تحدث يصور وحده فيصيبه الضعف واليأس والخور إلى غيرنا هذا الإعلام استطاع ولذا من أفضل من استعمل الإعلام هم السلطة الحاكمة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله حتى لم يطل العهد عندما انتهينا إلى عصر معاوية مولانا عندما يقتل علي أمير المؤمنين يشك الناس أنه كان في المسجد كانوا يصلي أو لا يصلي مو هو أن بعيد ثلاثين سنة ثلاثين سنة أعزائي شهادة الإمام أمير المؤمنين في سنة أربعين من الهجرة ورحلة الرسول الأعظم سنة تشكيت اهدعش من الهجرة يعني شقين تسع وعشرين سنة بل أكثر من ذلك هذا الذي رأوه المسلمون أنه رسول الله عندما يراه يقبله من فمه من رأسه من صدره من نحره وإذا كان في الصلاة وركب على ظهر رسول الله يتأخر في سجوده حتى ينزل الحسين ماذا فعلوا به في كربل ومن فعل به المسلمون مو غيرهم واقعا هذولا شنو كانوا الإعلام ظل لهم مولا ليه يتبادر إلى الذهن بأنه هاي القضية خافة إن شاء الله بعد ذلك سيأتي أنه جملة من الأغيون قالوا بأنه هذه تعبير الأغيون تعبير سيدنا الشهيد رحمة الله كان يعبر عن الفقهاء جملة من الأغيون عرفت شون ومو باعتبار أنك عموما كان أغموا لانا باعتبار حوسة النجم الأعلام كانوا كذا كانوا يسمونهم أغيون عرفت شون جملة من الأغيون مولانا كانوا يقولون بأنه ها خافوا إذا إذا هاي القضية بقيت أن تحرفوا عن ماذا عن مسارها فلهذا حتى لا يقوى أهل البيت الخلفاء ماذا يخافون شان يأخذون الخمس لابد إل من ينطوا الأهل البيت هم ما خافوا الخلافهم ولا ما أخذوهم ما خافوا يخافون الخمس علي لحوة هذا الكلام أيضا أعزائي كلام غير دقيق وكذلك ما ذكره ترجمة نانسي قنقر